هل ترى التوافقات التي حكمت هذه المنطقة بأنها فعلا ما عادت قائمة في ضوء هذه التطورات؟ أولا أنا أعتقد أنه كل هذه المراكز الإيرانية الموجودة في الجولان لا تشكل فعلا بنية عسكرية حقيقية تشكل خطرا على شمال إسرائيل أنا أعتقد أنه كل هذه التحركات الميدانية في الجنوب السوري إنما هي رسائل لا يمكن فصلها عن كل الرسائل المتبادلة بين الولايات المتحدة وطهران من العراق إلى سوريا إلى لبنان لذلك أنا أعتقد أنه في مشهد واحد نحن في بقعة عمليات واحدة ربما كذلك أنا لا أربط بين قصف المواقع الإيرانية في العمق السوري والتي ليست المرة الأولى التي تحصل بها وليست المرة الأولى التي تسدى الضربات برغم وجود الجيش الروسي الذي لا يبدي أي ممانعة ولا يبدي أي دفاع عن المواقع السورية والإيرانية أعتقد أنه ربما تكون هذه الضربات كذلك هي رد على الرسائل التي وجهت بواسطة الصواريخ الإيرانية إلى المقع على المنطقة الخضراء في بغداد لا يمكن فصل كل هذه الأنشطة العسكرية عن جو الصدام الحاصل بين إيران وبين الولايات المتحدة ورسائل الولايات المتحدة الواضحة بضرورة الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة أنا لا أتفق كثيرا في مسألة التغيير الذي يحدثه الإيرانيون في الداخل السوري ولا أتكلم هنا عن المستوى الديموغرافي فقط ولكن أقول أنه في سوريا هناك نظام منهار نظام غير موجود إلا لما يستفيد به الروسي للقول أن وجوده مشروع لأن هناك نظام في دمشق قد دعاه لحمايته كذلك ألا أتقد كثيرا أن الروسي مهتم أو يريد المحافظة على الوجود الإيراني إلا بمقدار هو ما هو ورقة للتفاوض فيما بعد في العملية السياسية لذلك أنا لا أرى أنه ستكون المنطقة مقبلة على عمليات عسكرية حاسمة إلا في حال قرر الأمريكيون فعلا تحويل التهديد لطهران إلى عمل عسكري قد يكون في سوريا وقد يكون في لبنان كذلك